منتخب مصر كان عنده فكرة واضحة جداً في مواجهة خط الضغط أو خطة الضغط بتاعت منتخب الكنغو الديمقراطية كان عادة منتخب مصر يحضر باربعة تلات تلاتة في خروج للأزيرة في ظهر الأجنحة بتاعت منتخب الكنغو وفي محاولة لمحمد النيني ومروان العاطية في الوجود أمام مهاجمي منتخب الكنغو الديمقراطية علشان يسيب مساحة لأحمد حجازي ومحمد عبد المنعم في عملية التمدرب بالكورة وعملية العصور على مكان فاضي الشكل اللي احنا لاحظناه في معظم الشاط الأول واللي كان نجح بالنسبة كبيرة جداً هو تواجد حملي فتحي على جانب من الجنبين تحديداً كان في معظم الوقت على الجانب الأيصر مع مشاركة فتوح ومشاركة محمود حسن ترزيجي علشان نخلق زيادة على ديعة على الطرف الشمال ليه الفكرة المرة دي كانت أنجح من معظم المرات اللي فاتت لأنه أولاً كان واضح جداً أن مران عطية محمد النيني ببساطة عارفين هما محتاجين يعملوا إيه عكس كل مرات اللي فاتت اللي كان منتخب مصر فيها بينزل ومعظم العباء مش عارفها بدور الأساسي وبالتالي كنا شايفين المباراة دي أفضل مباراة قريباً لأحمد حجازي ومحمد عبد المنعم في عملية الاستحواز على الكورة وطبعاً زاد عليها مباراة جيادة جداً من أحمد حجازي بدون كورة ولكن أثناء الاستحواز محمد عبد المنعم وإحمد حجازي قدمه مباراة جيادة جداً محمد بناني قدم مباراة ترتقي لجيادة جداً في عملية التواجد في المكان المزبوط في الوقت المزبوط إما قدام خط الضغط الأول لمنتخب الكنغو أو في ظهر الخط الضغط الأول وترك مساحة استحواز لمران عطية في المنطقة دي أو التعاون بين كل من هما عن طريق أن هما بينزلوا قدام أجنحة منتخب الكنغو علشان يسحبوهم معاهم ويفضي مساحة لدخول الزهير في قلب الملعب علشان نخلق كمان زيادة عددية كل الأفكار اللي حاولي ننفذها منتخب مصر النهاردة كانت أفكار جيدة ساعدتنا في عملية الخروج بالقرى على الألف شط الأول لكن لأننا بخطط مش محكمة بشكل كافي وأننا دايماً بنشوف في الخمسة واربعين ديئة التانية بالتحديد من المنشاط بتاعتنا في أم أفراكيا 2023 عشوائية من قطعة النظير عشوائية بتعجب الجمهور في وقفة بدرجة أو بأخرى عشان بيحسوا فيها أن اللعبة بتبزل قسارجة دها عشان تكسب المباراة ولكن بتبزل قسارجة دها في وقت ما فيهوش أي أفكار تكتيكية ما فيهوش أي محاولات من المنتخب المصري أو من جهاز الفني لعملية السيطرة على الملعب